فخاخ الموت تحصد أرواح الأبرياء منذ عشرات السنين ما تزال منتشرة في مناطق شاسعة من إقليم كردستان الألغام والمخلفات الحربية كابوس وخطر كبير يهدد أرواح المواطنين دون القدرة على السيطرة عليها نهائيا لوجود مساحات شاسعة ملوثة بها في المدن والقصبات والمناطق الحدودية في إقليم كردستان وجزء من مدينة الموصل 775 كم أو مليون متر مربع سجلت بأنه أراضي ملوثة في إقليم كردستان ومنها نظفت تقريبا 520 كم مربع وبقي الآن 255 إلى 260 كم مربع من الأراضي الملوثة في إقليم كردستان وأوقفت حقول الألغام الحياة المعيشية للسكان المعتمدين على الزراعة وتربية المواشي وسببت هجرة العديد منهم فيما أخذت على عاتقها مؤسسة شؤون إزالة الألغام في الإقليم توعية وتوجيه المواطنيين بأخذ الحيطة والحذار عند تنقلهم في المناطق الملوثة بصراحة إلها دورة هذه الرسائل والجلسات التوعية ونشاطات التوعية بشكل عام إلها دورة في تقليل الحوادث لكن مع الأسف هناك أشخاص يهملون هذه الرشادات وما يتبعون هذه الخطوات للإشهادات لأن إذا هم يتبعون ويطبقون هذه الرشادات والرسائل التوعية بالتأكيد يقلل الحوادث وأشار التقارير الدولية إلى أن الألغام والمخلفات الحربية لانتهاء لصلاحيتها حتى لو بقيت أكثر من مائة عام فيما تتطلب جهدا دوليا وأجهزة هندسية متطورة وتخصيصات مالية للخلاص من هذه الملفات الخطيرة الألغام عدو مخفي وموت موجل وكابوس يلاحق المواطنين فيما تبقى المهمة مستحيلة بإزالة جميع المخلفات في ظل ضعف الإمكانيات وعمليات مسح دقيقة لها بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل شكرا